لكن قسطين الموضوع مزحة والله لكن ما يقول ايش مزحان هائيا هم كانوا نشروا اشاعات في البداية عشان يجسوا نفض الشارع لكن كانوا هناك رفضلان ايش الخطوة القادمة انهم يقوموا يعملوا ايش هناك حملة شعبية تطالب الحكومة بحضر اليوتيوب والفيسبوك وهذه مطالبات شعبية ونحن الان نضغط الحكومة القرار هو جاهز هو جاهز هذا الحملة وهذا الكلام الذي يتم تداوله الان من قبل قلة قليلة جدا هو مقدمات فقط عشان يجعوا يقولوا الحضر كان بمطالبات شعبية مشوحنا الذي حضرناه الناس الذي طالبه رغم انه كبار الناشطين حتى الذي هم من انصار الله كلهم رافضين الموضوع كلهم فاهمين ان الموضوع هذا غلط جدا جدا وله تبعات كثيرة انا اتشرح لكم في هذا الفيديو فما ينفعش ان انتو تحضروه هذانا من الناشطين الذي كل ساعة وحضروا صفحاتي بس مش هكذا الاسلوب ان انتو قوم اشتفعها تقوم تعمل حملة شعبية ياسعم وبعدها تخضروه من عندك الحضر انا دارين قدل قرار جاهز ونفسي اعرف من الذي ادا لكم هذا القرار الاستراتيجي لكن مش هكذا التعامل انا اقول لكم كيف بدلا من عمل حملات من اجل على حسب تقولوني مطالبة شعبية وهي ماش مطالبة شعبية انهائيا لاغلاق هذه المنصات او بدلا من حضرها اصلا المفترض ان انتو تقوموا كما قلنا لكم من سابق ان انتو تقوموا بانشاء مركز متخصص في السوشيال ميديا والتعامل مع اليوتيوب وغيرها وحنا مستعدين لفيديوكم كاستشاريين احنا قد قلنا في ما سابق قد نشر محمد السويدي منشور قال فيه اكبر الاخطاء الذي بيرتكبوها الاصدقاء الذي معهم قنوات يوتيوب وهم من الناشطين في حكومة الانقاذ او مع انصار الله الاخطاء اللي بترتكبوها كبيرة التحريض على القتل والموت والارهاب هذولا هم بيعتبروهن ممنوعات وعليهم حضر على طول سواء كنت من انصار الله ام لا الان مش شنك حوثي فقط هذا السبب لا الذي بيكون فيه تحريض للقتل والشعار ايضا قلنا لكم كيف تكونوا تنزلوه المهم هذي اشياء هي ممنوعة بس تجاوزوها وعاد تغزوها العالم كله بالفيديوهات اما اننا تجي تقول عاد تحضرها هذا الكلام غير مقبول نهائيا انا اقول لكم الاسباب اول شي لانه انتوا عاد تقطعوا ارزاق ناس عاد تقطعوا ارزاق مئات ممكن الاف الاسر سواء ان اليوتيوبرز الذين هم شغالين في اليوتيوب او شركات التسويق الالكتروني في الفيسبوك الذي هم بيمسكوا ديجيتال ماركتينج لعدة لصفحات يعني لمؤسسات لمحلات لبزنس يعني بيمسكوا البزنس فتقطعوا ارزاق الناس ليش? ليش تكونوا سبب في يعني نشر البطالة اكثر واكثر الناس يلا الذي بسلوا لهم مهرة في النتة لان تجي تقطع عليها المهرة هذه تجي تقطع عليها سبب رزقه بحجة ايش انهم بيحضروا عليك الصفحة حقك تعلم كيف تتعامل مع هذه المنصات الحل الاخر انه ليش ما يقوموا اصحابنا بالتعامل مع هذه الشركات؟ تعامل دولة يا اخي تواصلوا مع هذه الشركات تواصلوا معها وتفاوضوا معها وتكلموا معها ارسلوا الى هو افود ارسلوا وفد ارسلوا وفد مثلا الى الشركة الميتاء الذي بتدير منصة فيسبوك ارسلوا وفد لشركة جوجل الذي بتدير منصة يوتيوب اما انك عجي خلاص تحضر قسطك مني عتتضرر الشركة والله ما هم دارين اين احنا المتضرر فقط هم اليمنيين والغلطة الثالثة الذي عاد تكون هنا ان انتو عاد قوموا بدفع الناس بشكل كبير لتحميل برامج البي بي ان وكسروا الحجب وهنا ستكون كارثة كبيرة لانه خلاص عن سل فيسبوك انت الان بتدفع الناس لتحميل برنامج سيكون وبالا عليهم وعلى اطفالهم وعلى اسرهم فخلاص جدا انت خلي الناس يقوموا يحملوا هذا البرامج خلي الناس يفسبقوا يا اخي والناس يفتحوا اليوتيوب هكذا اليوتيوب ملانه فائدة تعلمنا لو ما شبعنا في العلام من اليوتيوب تيجي تحضروا على الناس ليش اذا كان بحضر اكسم بالله ان اكبر برنامج يستهل الحضر هو التويتر لما فيه من بلى داخل بدون فيبين بدون جدتي هذا انتوا تحضروا لكن ماشي الاخوة المسؤولين هم عايز علوهم بيجسوف التويتر للصبح والمؤسسات راقدي والله ما بيبكروا بكارة بيمكنوا اغر تويتر وتغريدات طول الليل والمؤسسات فيها الموظفين فقط هذا انتوا تحضروا حضروا تويتر داخله بلى وايضا بيرقد لنا المسؤولين فاتمنى من الاخوة في وزارة الاعلام انهم يعني يركزوا ووزارة الاتصالات يركزوا معنا قلنا لكم لا تحضروا ش هذه المنصات تواصلوا مع الشركة اللي تمتلك هذه المنصات وديرها وحنا مستعدين لعينكم قوموا بانشاء مراكز متخصصة في سوشال ميديا وما بش اي مطالبات شعبية لا تكذبوا على الناس ولا كل الناس واقفين ضد هذا الموضوع الذي هم من انصار الله والذي هم من غير بيقول لكم بطلوا جناء فنتمنى ان انتوا تبطلوا جناء وتبدأوا تتعاملوا مع الشعب تعاملوا باحترام مش تدوا قرار وتنزلوا على اسالي حملة شعبية وهي لا هي شعبية ولا جدتي نتمنى ان انتوا تتعاملوا مع الناس ومع الشعب هذا باحترام يكفي ما قدمر الناس صابرين على البلاء وعلى الحرب وعلى الوضع الذي هو زي الزفت لا تجيش تجي تزيد تحاصرة في مصدر الرزقة من الانترنت ومن السوشال ميديا اصحاب القناوات او غيرهم انا بالنسبة لك اصحاب قناة لن يكونوا تضرعوا علي يا كبير ليش لان انا جمهوري مشروع يمني يعني المشاهدات عندي من اليمن ما توصلش ممكن الستة او سبعة بالمية انا مشاهداتي كل من الوطن العربي لكن انا قلبي يقلمني على الناس الباقين يا اخي اتجي تقطع رزاق الناس ليش ليش قرحوا قناتك او صفحاتك قد قلنا لك نفتدي لها بدون ما يقرحوها لا يكونش هذا العذر انا فعلت الفيديو هذا بكل عفوية الموضوع استفزني وغثاني وزعلني فاتمنى انه يكون هناك رسالة في هذا الفيديو توصل للمعنيين ويلغوا هذا القرار لانه لا متأكد الفيديو انه قد وجاهز بس طارح الله هناك مريعين عاسب يقولوا انها مطالبات شعبية لا الله لا مطالبة شعبية ولا جدتي